تتواصل ردود الفعل المتباينة في السودان على توقيع الاتفاق الإطاري وفي السياق شدد عضو مجلس السيادة الانتقالية الطاهر حجر على عدم المساس باتفاق جوبا للسلام ولن يجري تعديله إلا بتوافق أطرافه مضيفا أن الاتفاق الإطاري بين القوى السياسية والمكون العسكري وليس الحرية والتغيير المجلس المركزية وأن أراء خارج الاتفاق الإطاري السياسي لمصلحة البلاد مقبول بها جماعا إحنا اتفاق جوبا قلنا في الاتفاق الإطاري جزء اللي هي تجزء من الدستور الانتقالي واتفاق جوبا بيتكلم في الاختامية بيسموه الأعمال الختامية بتاته مكتوبة ومعرفة أن الاتفاق ده يعدل كيف والاتفاق ده يراجع كيف والاتفاق ده يقوم كيف يعني ما محتاج لزول يجي يقول أن الاتفاق ده صراحة منصوص في الاتفاق ولا اجتهاد مع وجود النص فنفتكر أننا نحن أعرفين أننا في ناس كان عندهم مع رأس سالبة لهذا الاتفاق وحاورناهم وقعتنا معهم وعرف كيف هي وإن ذول بيت يقوم الجنيل نظرة للاتفاق؟ نظرة اجتماعية. في زول عنده نظرة بتاعت انه هو قايب عن اتفاق جوبا. استيحقاظاته ما لقدت له اتفاق جوبا. في زول بشوف انه اتفاق جوبا ده انتقص من حقه. في زول بشوف انه اتفاق جوبا ده ما شمل الناس كله. وفي زول يعني النظرة بتاعت الناس مختلفة. لكن انا في الاتفاق الاطاري في كل الخطوات في كل الكلمات الكتبة انا جزء منه. وكانت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية قد جددت رفضها للاتفاق الاطاري. وقال جبريل ابراهيم القيادي بالتحالف ان من يظن ان كتلته ستوقع على الاتفاق الاطاري بشكله الحالي فهو واهم. مؤكدا ان اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بعد اتفاق ثورة ديسمبر. هو ما حقن الدماء. وادى الى وقف الاقتتال بين الحركات المسلحة والنظامية. وان الذين يتلعبون بمصير البلاد لا يعرفون معنى الحرب ولا تكلفتها على حد قوله. نحن افتكر اكبر مكسب تحقق لثورة ديسمبر المجيدة. وللشعب السوداني بعد هذه الثورة والاتفاق السلام الذي حقن الدماء. واوقف الاقتتال بين قوات الحركات المسلحة وبين القوات النظامية منذ يوم التوقيع على هذا الاتفاق. لم يطلق طلقة واحدة حتى الان. ولا رصاص. فان كان الذين يريدون ان يتلعبوا بهذا الامر وبمصير البلاد. هؤلاء بالتأكيد. لا يعرفون معنى الحرب. ولا يعرفون تكلفة الحرب. وما قدمه الناس مقابل الوصول الى اتفاق السلام. انا افتكر حقه. اللعب النار ما لو لزوم. الناس يبتعدوا من المواقع اللي في نهاية تعيد الناس لمربعات البلد في ليس في حاجة اليها على الاطلاع. بدوره قال محمد الامين تورك القيادي بقوى الحرية والتغيير الكوات للديمقراطية. قال ان الاتفاق الاطاري سيكون سببا اساسيا لمزيد من التشضي بالبلاد. قال لي وعطاعتك تجي في وين. قال لي انا دفضع. معنى ما يمشي المو يدي ما اشي فيه. فانا حيض اندي قضية. وان يزل التوافق معي في قضية تي سازهب معه يعني. حتى فوق. لذلك اه نحن في هذه الكتلة موقعين مطالبنا كلها حاجة الكتلة وتحمله الام. نداء السودان موقع. لكن انا دار اقول لك حالة واحدة. انه نداء السودان. عندما خاطبتهم كان على علم. الكتلة يعني. الرئيس والسياسي والدول يمكن كان في ترك كل. وانا قمت من جلس بتعطي الكتلة وخاطبت النداء. لكن الليل والنهار واحد للام يعني. عشان كده نداء نبقى كتلة نبقى ممكن انا ضد هذا الاتفاق. في المقابل قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير السودانية شهاب ابراهيم في تصريح لوكالة الاناضول. قال ان تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة سيجريان خلال شهر. تمهيدا لبدء الفترة الانتقالية المقرر استمرارها لعامين. دوليا دعا توني بلينكن وزير الخارجية الامريكي دعا القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان. الى التعجيل بالتوصل الاتفاق النهائي بشأن تشكيل حكومة مدنية جديدة. لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية والانسانية الملحة في البلاد. ورحب وزير الخارجية الامريكي في تغريدة اللو عبر تويتر. بتوقيع الاتفاق الاطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية. لحديث حول هذا المضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم. الدكتور عبد الحليم عيسى مساعد رئيس حزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. كما ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية أيضا من الخرطوم. السيدة الأمين داود. عضو اللجنة السياسية بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. أهلا بكم معنا. أبدأ معك دكتور عبد الحليم. يعني رغم كل التصريحات المتفائلة الصادرة من الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى أن حملة التشكيك من قبل المعارضين تتوسع. ويؤكدون أن هذا الاتفاق لن يصمد طويلا. لماذا برأيك؟ التحية لك والأستاذ المشاهدين وضيفك الكريم. الأعملية السياسية طبعا بدأت بالاتفاق الإطاري. ونحن نؤكد أن الاتفاق الإطاري هو كان اتفاق بين كتلة مدنية واسعة جدا. وليس مع المجلس المركزي فحسب. هذه الكتلة تضم حتى أطراف السلام. وتضم لجان المقاومة. وعديد التكوينات السياسية والاجتماعية. هذه من ناحية. وهي كتلة يعني كافية لبداية العملية السياسية. ولا يمكن أن ننتظر حتى نصل إلى اتفاق أو وفاق شامل. هذا أمر مستحيل. ولكن نحن نتطلع أن ينضم جميلة هذا الاتفاق. أولا هذا الاتفاق هو حقق كل مطالب الشارع من مدنية الدولة إلى تكوين جيش واحد وإصلاح المؤسسات الأمنية والأسكرية. وما إلى ذلك كما ورد في بنود الاتفاق. لكن نحن أيضا نقدر ونحترم كل المكونات السودانية من لديه ملاحظة. فهذا الاتفاق هو مفتوح. والقضايا الأساسية التي تجري فيها مزايدات هي مفتوحة. مثلا السلام لم يتحدث أحد عن إلغاء السلام. النص هذا أن السلام الآن مطروح من ضمن القضايا لتناول أمر السلام لتقويمه وتدعيمه. وذلك بمشاركة الموقعين عليه. وليس هناك إلغاء للسلام أو الحديث عن تغيير من جانب واحد. هذا ليس صحيح. لكن الآن نحن نلاحظ أن هناك مزايدات سياسية يستغلها أدد أطراف. هناك بعض الناس يستغلون موضوع العدالة ويتحدثون كأن هناك إفلاذ عن الإقاب. وهذا أيضا ليس صحيح. فجملة أو إجمالا أستطيع أن أقول أن التصميم الآن الذي يجري للعملية السياسية يتيح فرصة كل المكونات بما فيه وكل الديمقراطية للإنخراط والإنضمام. هذا الكلام واضح. سيد الأمين. هذا الاتفاق شامل. حقق مطالب الشارع. وكل الأراء سيكون مرحبا بها بالتأكيد. لتطوير هذا الاتفاق. والذين يرفضون هذا الاتفاق. يرفضونه من قبل المزايدة السياسية. ليس أكثر. ما هو ردكم؟ التحية لك. والتحية عبرك للمشاهدي ومستمعين. غنات الجزيرة مباشرة. بالمناسبة. ردا على طيفك الكريم. أول هذا الاتفاق. عمل شق في الأحزاب السياسية التي كانت موجودة. الاتحاد الديمقراطي. الاتحاد الديمقراطي الأصلي. مولانا صرح تصريح مباشر. وهو ما معه. والآن هم يقولوا الاتحاد الديمقراطي موقع معنا. أيضا. حزب البعث طلع منهم. أيضا. المؤتمر الشعبي صرحوا تشوره. هم قالوا ليس جزء من هذا الاتفاق. أنصار السنة كذلك. الموجودين الآن من أطراف السلام. أيضا. الموجودين من أطراف السلام. هم مؤمنين بالمناسبة تماما. بأن هذا الاتفاق تحصل له مراجع وتحصل له تقويم. هذا واحد. أيضا. هذا الاتفاق بالمناسبة. أنا أفتكره هو قفزة للظلام. وخصوصا من الجانب العسكري. سواء كان الشقة على قوات الشعب المسلحة. والدعم السريع. أنا أفتكر هذا الاتفاق هو قفزة للسلام. هذا الاتفاق لم يدعم من الشعب السوداني. لماذا ننضم لهذا الاتفاق؟. الاندمام. أنا أفتكر قصة الاندمام ذاته بالمناسبة غير موفقة. لماذا لا نكون جزء من هذا الاتفاق؟. لماذا لا يكون كل الحزاب السياسية جزء من هذا الاتفاق؟. ويناقش طيات هذا الاتفاق والملفات؟. أنت تعرف أن هذا الاتفاق دليل الآن ما يتعرض للشعب السوداني. حتى الوسيقى الذي يوقع عليها الأطراف. السؤال هنا سيد. رغم كل الاعتراضات التي تذكرونها الآن. لكن هذا الاتفاق لم يكن مرضيا بشكل كامل. لم يكن أفضل من حالة الفراغ التي كانت تمر بها البلاد على مدى عام كامل بعد إجراءات الفريق المرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر. هل هناك أي بديل لهذا الاتفاق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية؟ هناك كان هناك بدائل بالمناسبة. هذا الاتفاق نقل السودان من فراغ إلى قفزة للهاوية بالمناسبة. عندما كانت إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي بالمناسبة بقيادة حمدوق كان هناك حزاب سياسية بالمناسبة عدة وكبيرة مشتركة على هذه الحكومة. وبعد ذلك حصل الفشل. حصل قرارات 25 أكتوبر. ونفتكر قرارات 25 أكتوبر أيضا كانت مشت بالبلاد إلى فشل أكثر. ولكن الذين الآن يوقعون في هذا الاتفاق لا يوجد أحزاب سياسية أصلا. هذه الأحزاب السياسية في حزب الأمة. نعرف في حزب واحد اسمه حزب الأمة. وفي حزب آخر وهو الحزب السوداني. أما ما تبقى من الأحزاب أنا في تقديري هي غير قادرة بالمناسبة. لأنها ليست جزء ذاته من الشغل. هذا الاتفاق بالمناسبة هو اتفاق من الآلية الربائية. هذا الاتفاق بالمناسب مفروض في الشعب السوداني من المجتمع الدولي. ولكن ما يقلغنا الآن هو هذا الاتفاق ما عنده أي سنة شعبي بأي حال من الأحوال. ويفتقد للمصداقية. وللآن النصوص بتاعت هذه الاتفاق لم تنزل بشكل مباشر على المواطن. وهذا بالمناسبة كارثة عظيمة بالمناسبة تمر في الشعب السوداني. أي سنة شعبي وإلى أي مصداقية. وهو نقل البلاد من حالة الفراغ إلى حالة الهوية. كما يقول السيد الأمين. كيف الكريم. نعم. نعم نعم. نحن كنا محتاجين لاتفاق سياسي. السؤال لد. عبد الحليم. كنا محتاجين لاتفاق سياسي. السؤال لد. عبد الحليم. سيد الأمين. نعم. طيب. طيب. طبعا في البداية لابد أن أنبه أن أطراف السلام وكثير من هذه القوى التي تحت مظلة الكتلة الديمقراطية. هي بدأت مع مجموعات المجلس المركز وبقية الأحزاب. عندما انطلقت ورشة إعداد الدستور في ذلك الوقت. ولكنها انسحبت. وخلال هذه الفترة بعد الإنقلاب وعلى مدى عام يزيد. هذه فترة فترة هشاشة. وهؤلاء الناس شكلوا حاضنة سياسية للإنقلاب. واستفادوا من هذا الوضع الهش. وهذا الوضع الهش. هناك من يحاول أن يموت هذه الفترة وأن يستفيد من هذه الفترة بأطول فترة ممكنة. هذا أمر مفهوم. ولكن نحن ننظر إلى المصالح العلية للشعب. الآن البلاد تتراجع. والمخاطر تزداد. والسودان مهدت بالضياء. فنحن لا يمكن أن نصمت وأن لا نتحرك في انتظار ممعنى بعض الأطراف من خلال أجندات خاصة. هذا الاتفاق الآن يلتف حول أكبر كتلة ممكنة من الشعب السوداني. هو يتحدث عن أطراف السلام. في هذه الكتلة الآن القوى المدنية التي وقعد على الاتفاق الإطاري. هناك الطاهر حجر. هناك القائد مالك عقار. هناك مصطفى طنبور. هناك الدكتور الهادي ريس. وهو رئيس الجبهة الثورية. وهناك ياسر عرمان أيضا. وهناك عديد من مكونات الجبهة الثورية أطراف السلام. بالإضافة للاتحاد الديمقراطي الأصل. لا دخل لنا بالمشاكل الداخلية. لكن هناك نائب الرئيس وابن سيد محمد عثمان المارغان. موقع. هناك المؤتمر السوداني. الاتحاد الديمقراطي. التجمع الاتحادي. حزب الأمة. وهناك طلبات اليوم. الطلبات وصلت للتوقيع. الآن الطلبات الجديدة أكثر من 35 طلب. كل هذا لا يعني أننا نريد أن نمضي لوحدنا. إلى الآن هناك فرصة. حسب تصميم العملية السياسية. هناك فرصة للجميع للإنخراط في خلال ثلاثة أسابيع. وأن يكونوا جزء من هذه الورش. والمؤتمرات. وأن يضمنوا بصراحة دكتورة عبد الحليم. كما فعال المكونة الأسكري. هناك من يرى أن هذا الاتفاق مجرد تقاطع مصالح عارضة بين طرفين. بينكم في الحرية وتغيير المجلس المركزية. هناك من صرف الشارع عنكم. فأردتم أن تعودوا مرة أخرى من خلال هذا الاتفاق. والمكونة العسكرية. الذي يخاطب المجتمع الدولي. بعد ما تهم الفريق البرهان بأنه أدار انقلاباً في 25 أكتوبر الماضي. ما رأيك؟ ليس صحيح. أولاً هذا الاتفاق من أجل الشعب السوداني. هذا الاتفاق مفتوح. المكون العسكري مثله الكتلة الديمقراطية أبدأ بملاحظاته الأساسية وتم تضمينها. المؤتمر الشعبي أتى بملاحظاته وتم تضمينها. هناك أيضاً أنصار السنة. هناك عديد التنظيمات. والآن لجان المقاومة في عديد الولايات أرسلت ملاحظات أساسية. هناك فرصة. هذه العملية مصممة بحيث أننا سنضمن كل من لديه رؤية نظرة إيجابية. وليست أجندات خاصة. هناك فرصة لهذه الورش. التي ستمتد إلى ثلاث أسابيع للجميع للإنخراط. وهناك الاتفاق النهائي. والذين تطلع في هذه المرحلة أن يكون قد استصحبنا كل الذين يمانعون الآن في مرحلة الاتفاق النهائي. الكتلة الديمقراطية وكل المجموعات أي شخص موانع. هناك فرصة للانضمام إلى هذه العملية المرنة. التي تتيح إمكانية بناء الملاحظات. والتفاعل معها. وصولا إلى الاتفاق النهائي. المؤسسة العسكرية بلا شك. هي جهة تفهم بالضبط المخاطر التي ستترتب على البلاد. وبالتالي هي تعاطي إيجابي جدا مع هذا الاتفاق. ونحن أيضا نؤكد أن الدولة الجديمة أو النظام البائد هو يتحرك. والآن استفاد من هذه الفترة الحشة. وعاد إلى الدولة بشكل غير معقول. وهؤلاء الناس الذين يتحدثون هم الحاضنة الأساسية التي فتحت الباب للدولة العميقة. والحكم البائد للعودة للمؤسسات. إذن سيد الأمين بدل من إسمار حالة التشكيك في هذا الاتفاق. بإمكانكم أن تنضموا إليه. لازالت الفرصة موجودة للانضمام إلى هذا الاتفاق. لأنه مجرد اتفاق إطاري. لكن حتى الآن لم يتم التوقيع عليه بشكل نهائي. ويمكن أن تعرضه كافة وجهات النظر بخصوص هذا الاتفاق. أخي العديد نحن لم ننضم لاتفاق مصنوع معمول مرسل. والآن هو تحت التنفيذ. نحن قوة سياسية معتبرة. نحن نتوافق مع الآخرين. نحن نناقش هذا الاتفاق. نحن ندي وجهة نظرنا ونأخذ من وجهة نظر الآخرين. ولكن قط لم ننضم في اتفاق أصله أساساً هو معمول ومنتهي. أنا كمال أؤكد بأن هذا الاتفاق لن يصمد أمام الشعب السوداني بأي حال من الأحوال. هذا الاتفاق بالمناسبة ما عنده أي سند شعبي. هذا الاتفاق أيضاً ما داولت فيه. حتى الأحزاب. هناك كثير من الأحزاب الموقعة لم تعرف سيقات هذا الاتفاق. وأنا أكد لك تماماً. حتى الورقة التي اتفقوا عليها. من أين يأتي السند الشعبي سيد الأمين. أريد فقط أن أفهم. عن أي سند شعبي يمكن أن يساند هذا الاتفاق أو اتفاق آخر. بدون انتخابات. إذا اقترحتم اتفاق آخر وتزعمتم هذا الاتفاق. أريد أن أفهم. من أين يأتي السند الشعبي الذي تطالبون به؟ السند الشعبي يجي من التوافق السياسي. السند الشعبي يجي من المشورة السياسية التي حصلت لهذا الاتفاق. هذا الاتفاق نوقش في السر. ونوقش في قرف مغلقة. ثم بعد ذلك هذا الاتفاق لا يعني القضايا العادي. يعني يكي لك إلى تصريحات الفريق البرهان بن عمسي. عبرتم. هذا ليس اتفاقاً بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. ولكنه بمثابة التوافق. كلام الرجل كان واضحاً. ما رأيك؟ كلام الرجل بالمناسبة هذا كلام غير واضح. بالمناسبة. يجب عليه أن يطلع في التلفزيون السوداني ويعرف الشعب السوداني ماذا يحمل طاياة هذا الاتفاق. لماذا يوقع هذا الاتفاق فقط ما بين المجلس العسكري وقوى صغيرة. أين باقي القوى الأخرى؟ هناك أحزاب سياسية كسر. منظمات مجتمع مدني كسر. هذا الاتفاق أخي الكريم جاء بدقوطات أجنبية. هذا الاتفاق بالمناسبة لا يحمل قضايا العدالة. هذا الاتفاق بالمناسبة لا يحمل قضايا. والآن. والآن. اليوم أن نسمع في ولاية البحر الأحمر. في مدينة بورسودان. رفضا لهذا الاتفاق. تم إقلاق الميناء الجنوبي. بالمناسبة. أنا داري أقول لك. هذا الاتفاق نحن لا نرقب في أن يكون مصير هذا الشعب مرهون بفئة قليلة. ولا نرقب أيضا مصير هذا الشعب أن يكون مرهون عن إرادة قير وطنية يملى عليهم. ثم بعد ذلك يريد مننا أن نكون جزء من هذا الاتفاق. نحن سوف نكون في المعارضة. وسوف نناهض هذا الاتفاق. وإذا فتح حوار صادق مع الشعب السوداني عموما. ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الفعالة. نحن سنكون الأول. نحن لم يشاورون في هذا الاتفاق. لا المكونة العذكري. ولا المجلس المركزي. ولا أي قوة بالمناسبة للليلة. لا تعرف هذا الاتفاق. نوعه وفي طاياته. ما ينشر في الميديا. هذا في تقديري هو التخدير للشعب السوداني. ما ينشر في الميديا. هذا هو أكاذيب وأضاري. ولكن نحن نحمل القوتين. القوى العسكرية بقيادة البرهان. والمجلس المركزي. هذا عار على الشعب السوداني عموما. شكرا جزيلا. لذلك. لذلك. لذلك.